في جنوب السودان وحسب وكالة الأنباء الفرنسية الأمم المتحدة جنوب السودان يعاني مجاعة لكنه يشتري أسلحة يعني في نفس الوقت هو يشتري أسلحة مع أنه يعاني من مجاعة كيف يبدو هذا التقرير؟ تقرير الأمم المتحدة الذي يفصل أن حكومة جنوب السودان تنفق قسما ضخما من عائداتها من النفط على شراء أسلحة في وقت تواجه فيه البلاد مجاعة تعود في جانب كبير منها إلى عمليات عسكرية وأمرت بها جوبا التقرير دعا والذي أمكن لوكالة فرانس بيرس بريس الذي طلع عليه إلى فرض حضر الأسلحة على جنوب السودان وهذا إجراء كانت قد دعمت واشنطن لكن مجلس الأمن الدولي رفضه في شهر ديسمبر من عام 2016 في هذا التقرير الذي أعده لفيف من الخبراء جاء فيه أن الأسلحة مستمرة في التدفق على جنوب السودان من مصادر متنوعة وبالتنسيق مع دول الجوار في معظم الأحيان حيث عطل الخبراء على أدلة دامغة تظهر أن قادة البلاد في جوبا مستمرون في شراء أسلحة للجيش وأيضا في شراء أجهزة أخرى للأمن والميليشيات وقوة أخرى أيضا متصارعة في هذا الموضوع مما يفاكم من الأزمة سواء كان على الأرض في ناحية الميدانية أيضا يفاكم من المجاعة في جنوب السودان التي تحتاج إلى هذه الأموال لمحاولة لسد المجاعة المتزايدة على أرضه اشتركوا في القناة